نأخذ حقيقة مشاركة قيمة أخرى من الأستاذ الدكتور طاها أحمد الزيدي وهو رئيس جمعية البصيرة البحوث والتنمية الإعلامية وأحد رعاة المحفل العلمي الدولي وكذلك نائب رئيس الهيئة الاستشارية العليا لمنصة تريد وعلى صعيد الشخص الحقيقة كانت له مبادرات قيمة في إنجاح المحفل العلمي الدولي وتجربة رائعة يمكن أن يشاركنا هذه التجربة تفضل بسرطها نعم السلام عليكم وحمد الله وبركاته عليكم السلام وحمد الله حياكم الله تفضل بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهدى وبعد حياكم الله جميعا في أمسية أكثر من رائعة حقيقة مثلما تميزت منصة مريد بمحفلها الذي يعد تجربة رائدة ومتميزة وكذلك نقلة نوعية في التواصل العلمي أيضا تميزت أنها لا تترك الفعاليات من غير مراجعة لنقف عند جوانب القوة والضعف وكذلك الإيجابيات والسلبيات لنرتقي بأداء المنصة وبما يليق بسمعة المنصة وما لها من مكانه وكذلك بالمؤسسات المنضوية معها والتعاون معها والتي عقدت اتفاقيات من جامعات وجمعيات ومؤسسات وأيضا التوزيع الجغرافي اليوم لمنصة أريد يعني يلقي على عاتقنا كثير من المسؤولية فلا شك فيها أن تكون مناصة قصصة في ماليزيا في جامعة عريقة كما جامعة ملايين وأيضا انتقلت إلى مكتب لها في تركيا ومكتب في بريطانيا ومكتب الآن في الدوحة قطر ومكتب أقليمي في العراق حقيقة هذا مما يلقي بالمسؤولية أكثر وأكثر وإن شاء الله منصة أريد بقيادتها الشابة والقيادة الحكيمة بإذن الله تعالى تنطلق إلى فاق أكبر وأكبر لا شك أن الحديث عن تجربة المحفل العلمي الدولي الرابع عشر في نسخته الحضورية والإلكترونية في العراق حديث ذو شجون وحديث يشكل حقيقة تحديا لأنه بواقع الأمر أنه لم يكن الخيار أنه كان من المقرر أنه المحفل الرابع عشر يكون في مصقر لكن لإجراءات اقتلت بها الجهة المضيفة تسارق وقتا وحتى لا نحرم الباحثين والمتابعين والمنتمين لما نستطيع من الفعاليات السنوية المتمثلة بالمحفل بنسختين في كل سنة نسخة في المنتصف السنة وفي آخر السنة ولذلك اقتلت اللجنة المنظمة أنه ممكن على وجه العجالة ننقل المحفل الحضوري بنسخته الحضوري للعراق وأيضا فعلا شكل هذا القرار تحديا لقيادة منصة أريد في العراق لأنه جاء بديل عن هذا المكان وأيضا لضيق المدة الزمنية في هذا الجانب وأيضا عدم استقرارية بعض الجهات الراعية والداعمة للمحفل لم تحسم الموقف النهائي وقد أعطت موافقات الأولية إلا قبل أيام من عقد المحفل وهذا أثر لكن لله الحمد للمن أنه هذه التحديات تزيدنا تجربة تزيدنا خبرة بلو تزيدنا تألقا إنما الآن نستعرض بعض التحديات فنرى كيف أن النجاح يأتي بعد آلام وبعد بعض المعوقات لكن النجاح له حقيقة أيضا أسباب كما سوف أذكر بإذن الله هذا التحدي انتقل إلى أنواع من التحدي أولا تحدي التنظيمي بسبب تغير جدول وزارة التعليم العالي في العراق للانتحانات النهائية والدور الثاني والدراسات العليا مما سبب حرجا لكثير من الأخوة الباحثين الذين كانوا يرغبون أن يشاركوا يعني أصبح موعد المحفل معه موعد الانتحانات الدور الثاني وكذلك الدراسات العليا في العراق وأيضا هناك كان عندنا أيضا تفاوت بين الفترة الزمنية والتفرغ الصيفي بين أقلين كردستان وبين أيضا بغداد هذه كلها حقيقة شكلت نوع من العاقة أمام بعض الباحثين وقد حرمنا من مشاركة بعض القيادات العلمية لأن لديها أصبح التزام في بغداد ومنهم رئيس الجامعة العراقية كان حريص على أن يحضر لكن كان عند التزام بالوزارة حالة دون ذلك لكن الحمد لله أشكر استطعنا أن نتجاوز وانتقل الموعد من 1-7 إلى 1-7 كحضوريا وانطلق في يوم 8-7 بالنسخة الإكترونية لذلك قدمنا النسخة الإكترونية على النسخة الحضورية حتى نستطيع أن نستثمر أكبر عدد ونستقطب أكبر عدد من المشاركين والباحثين الذين أبدوا الحرص الكبير على الحضور والمشاركة والتفاعل مع المحفل أيضا من تحديات عدم القدرة على استخراج التأشيرات حقيقة هذا كان شيء مؤلم لنا ولقيارة منصة تريد وفي مقدمتهم أخي الدكتور سيف وكذلك للباحثين من أكثر من 5 زول حرموا المشاركة والحضور المشاركة الفعلية والحضورية بسبب أنه تأخر التأشيرات من خارج العراق وذلك بسبب ضيق الوقت لكن نسأل الله عز وجل أنه يكون هناك لقاء قادم بإذن الله تعالى في العراق تحت مظلة منصة أريد أيضا كان هناك تحدي المطبوعات وأيضا مستلزمات المحفل وكانت بحقيقة أكثر أن يكون هذا المحفل متميزت كما المحافل الأولى طبعا تادت منصة أريد في المحافل الأولى أن تقدم أوسمة يعني عينية وأيضا دروع عينية هذا تميزت به منصة أريد سواء كان على المساوة الأوسمة أو حتى الميداليات للبحث المتميزة الذهبية والفضلية والبرونزية فأردنا أن نحي هذا في النسخة الحضورية ولله الحمد للمنه تمكن الفريق في العراق بقيادة أخي الدكتور جمال عبد ناموس وأختي الفاضلة الدكتور هند حسين وأيضا بمتابعة مباشرة أول بأول من الدكتور سيف والفريق الذي معه من استطعنا أن نفعلا أن نعطي هذا وكان لها وقع كبير ومؤثر يعني حتى أحد الأساتذ الكبار في العراق قال أنا شارك في مؤتمرات داخل عراق لم أصب بهذا التأثر وهذه اللحظات المؤثرة مثل ما حصل لي في هذا المحثل وكان هناك التفاتات طيبة التحدي العلمي أيضا التحدي العلمي قلنا أنه حرم بعض الباحثين من المشاركة بسبب التغير في المواقيت وبرنامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مما أدى إلى الاعتدار من قبل بعض الباحثين بل وحتى من القيادات العلمية وهذا لله الحمد لله سطعنا أنه في المراحل الأخيرة أنه نتجاوزه وستطاع البعض بذلك حرصنا أن نكون أحد الجلسات تكون في يوم الجمعة حتى يستطيع الباحث وفعلا بعض الباحثين وصلوا يوم الجمعة صباحا حتى لا تفوتهم ليس فقط المشاركة العلمية والقابعة بقدر ما هذا التفاعل وقد تأثروا وهم يتابعون نقل وقاع المحفل الكترونيا أول بأول أيضا من التحديات حقيقة فيه تمويل متطلبات المحفل ولا سيما نحن جميعا نعلم أنه منصة أريد منصة غير ربحية ولا يوجد لها تمويل مستقر ولذلك كان لابد أنه نفتح باب الدعم والحمد لله واشكر إرادة النجاح وتجاوز التحديات التي كانت حاضرة لدى قيادة المحفل العلمي بينهم سخته الحضورية وكذاك الكترونية ولا في قيادتهم أخي الدكتور سيف وأخي الدكتور جمال دكتور هند وأحقيق الدكتور هند كانت بفعل ممكن هي جند المجهول نفتقدها حتى إلى الآن نفتقد نسمع صوتها وهي تستحق الكثير الكثير أمانة لذلك كان الفريق القيادة المحفل في العراق آل على نفسه توزيع المهام وفعلا استطعنا خلال مدة وجهزة أن نهيي عشر جهات راعية متميزة راعية ومتميزة في مقدمتها الجامعة العراقية وهي تضم المكتب الأقليمي في العراق وكذلك جامعة جيهان وكذلك كلية المعارف وكلية إمام الأعظم الجامعة وجامعة النور وجامعة الكرخ علوم وجامعة العين وجامعية البصيرة البحث التنمية الإعلامية وجامعة علوم الحديث وكذلك مؤسسة قبال التنمية المسدامة هؤلاء كانوا رعاة وداعمين فعليين وهناك كثير من الرعاة المعنويين قائمة طول ودائما نشير لها في مطبوعات المنصة وكذلك في مطبوعات وإعلانات المحافل أيضا كان هناك تهيات متطلبات المحفل من طباعة والدروع والقلادات والمطبوعات وتعرفون أنه دائما هناك تحديث مستمر يعني سواء على تصميم القلادات تصميم الدروع وما شابه ذلك واللافتات لذلك ارتأينا بما أن النسخة ستكون في أربيل والفريق أغلب في بغداد فستطعنا أنه نسق جزء من المستطلبات المحفل أجريت في بغداد وكان أحدها الفريق المحفل وأيضا استطعنا التنسيق ونشكر مؤسسة حباء أنه ذلت لنا الصعاب وكثير من المستزمات المحفل تم إعدادها في أربيل لنختصر عامل الزمن ومن ضمن التحديات هي تجربة رائعة جدا وقد يعني لم تلتفت إليها المتامرات السابقة هو الحديث عن التجربة التجربة العلمية ويعني مذكرات عالم وكان هناك تحدي أنه لا بد أن يكون المطبوع جاهز الكتاب مطبوعا جاهزا ويتم توقيعه من قبل الدكتور يوسف السويدي أستاذ من كبير والذي جشم عناء السفر من عمان إلى بغداد ثم إلى أربيل فلله الحمدل منه سطاعنا يعني لا نخفيكم الكتاب وصل يوم الجمعة إلى أربيل يعني في تحدي بيننا وبين المطابع ولله الحمدل منه تم قامة حفل التوقيع وتوزيع النسخ من هذا الكتاب القيم طبعا أيضا التقطية العلمية كانت أيضا تحدي إنه لذاك لله الحمدل منه تكثل فريق المهني في جمعية البصيرة برئاسة أخي الدكتور محمود القيسي وكذلك فريق من شركة البصمة للإنتاج الفني سخروا الجهود والإمكانات الموجودة وبدلوا جهدا رائعا في التقطية سواكات المباشرة الكترونية وكذلك في التقطية الفيديوية والقنوات التي تابعت هذا الموضوع أيضا مما ظل التحديات إنه تم توزيع متابعة الجلسات الحضورية وأنه حد الحضوري يعني قد تستغربون المشاركون المشاركون في المفحفل بنسخته الإلكترونية والحضورية هو أكثر من خمسة ألاف واربعمائة وارباطعش باحث وخبير وأكاديمي ناطق اللغة العربية عبر العالم بأسده فهذا شيء حقيقة أكثر من راعي وخمسة وثلاثين جامعة ومركز بحثي وجمعية هذه التي شاركت معنا بصورة مباشرة وهذا العدد الكبير كان محط جهد ومتابعة ولذلك أعتقد الفريق التقني والفني كان أكثر حقيقة إبداعا وأكثر تواصلا وأكثر إحاطة بهذا الأمر لذلك تقاسمت الأدوار وهذا شيء مميز في النسخ الحضورية أنه لا يكون الجهد على جهة واحدة فتكثلت جمعية علوم الحديث العلمية وهي مجازمة من وزارة العلمية على البحث العلمي وهي أحد الجهة الرعية أن تتابع الجلسات الدراسات القرآن الإسلامية وفعلا كانت بحوث رائعة ومؤثرة وأيضا مواكبة في حين تولت جمعية البصيرة البحوث التنمية الإعلامية متابعة الجلسة المتعلقة بالدراسات والمؤتمر الإعلامي في هذا المحفل وأيضا فعلا كان هناك بحوث مواكبة ومندرجة تحت شعار المحفل فيما يتعلق بالتنمية المستدامة لذلك كل هذا الفريق شكل حضورا متميزا بأكثر من 74 شخصية حضرت سواء كان علمية وخيادية وأيضا إعلامية حضرت وشاركت في النسخة الحضورية في أربيل وأيضا كان شيء متميز أنه الواكبة ليس فقط جلسات ومحاضرات إنما كان هناك معرض كتاب وحقيقة شد الانتباه لكثير من الجهات حتى الراعية أعجبت في الإزارات ولا سيما إزارات منصة أريد الحديثة والمبتكرة التي تقدم فعلا خدمات للباحثين وللعلماء وكيفية صناعة الهوية العلمية والمحافل وما شابه ذلك وكانت محط اهتمام وأيضا الجهات الأخرى بل كان الباحثين تسابق أنه يعرض بعض مطبوعاته في هذا المعرض وأخذ مساحة طيبة جدا ضمن خارطات المحفل وأيضا مجسم القارية حقيقة العلمية وهو أكثر من رائع كما وصف أخي الدكتور يوسف فعلا بدأت صفاءة جهدا طيبا وكانت محطة مام ويعني من اللطائف وقد يكون هذا الله يهيئ الأسباب أنه وجدنا أيضا هناك مشاريع في أربيل تبنتها منها مؤسسة حباء تتقارب وتلتقي مع بعض مفردات هذه القرية وهذا مما إن شاء الله يعزز التكامل العلمي في هذه المشاريع الرائدة القرية العلمية وكذلك المدينة العلمية قرية العلمية في تركيا وأيضا المدينة العلمية في أربيل وإن شاء الله يكون من التجزير لهذه الأشياء التعريف بالمشاريع عبر لوحات ولافتات مشاريع منصة تريد سواء القائمة الآن والمستقبلية وهذا حقيقة أعطى انطباع رائع جدا أن منصة تريد ليست عبارة فقط مؤتمرات وتنتهي أبدا هي تحول المخرجات إلى برامج ومشاريع وهذا من ميزات منصة تريد والقيادة الرائعة التي عليها أيضا كان شيء لأنه المنصة الحضورية ووضع العراق قد يكون أي شيء طار فالفريق بقيالة أخي دكتور جمال وأختي دكتورة هيند والمتكلم وضعنا خطط بديلة خطط بديلة وخاصة أنه دكتور سيف قال على مرسي أن يأتي مذكرا إلى إلى أربيل وأيضا يحشد الفريق فريق منصة أريد في أربيل فتمدنا خطة الألف وخطة باء البديلة وفعلا حينما وجدنا أنه جامعة جيهان قد انتهى الموسم الدراسي وقد يكون الحضور بسيطا ومكان الجامعة قد يكون فيه بعد قررنا مباشرة أنه ننقل حفل الاختتاح إلى الفندق حتى لا مستبب نوع من المشقة للباحثين وفعلا كان افتتاحا مميزا وأيضا استطاع أن يحيط ويعطي فكرة عن المحفل الآن قد يكون هو التساؤل الأساسي ما هي عوام النجاح لهذا المحفل نحن قد تكون شهدتنا مجروحة في المحفل لكن من خلال خبرتنا أننا نرى أن المحفل بفضل أعز جل حقق نجاحا وأيضا نقلة نوعية وكان حضورا متميزا وهناك باحثون يحضرون لأول مرة وهذا شيء ملفد للنظر وليس بغريب على العراق وهو يمثل أوسع رقع جغرافية على مستوى الجامعات المنظوية تحت منصة أوريد وكذلك على مستوى المنتسبين لأعظام منصة أوريد الذين يتجاوزوا 120 ألف وأيضا على مستوى الخط القيادي في منصة أوريد أول أسباب النجاح والتوفيق هو التوفيق الله عز وجل وأن الله عز وجل سدد القائمين على هذا المحفل وفتح عليهم وذل الأصعاب أمامهم بلطفه ومنه وأيضا الدعوات الصادقة التي كانت تصدر من الأخوة الذين يتابعون المحفل ومجالات المحفل قروبات فاعلة يعني إذا قلت هناك أكثر من 15 إلى 20 قروب يتعلق فقط بالمحفل وعلى كل قروب هناك قيادة شابة وسواء كان على مستوى الرجال والنساء للمتابعة المحفل أول بأول يعني من الظلم أن نخفل عن أسماء كثيرة تدام الأخي عدنان الدكتور مريم يعني كثير من الأسماء التي قد يمكن الدكتور سيف سوف يكون أخبر مني بذكرهم من عوام نجاح بعد توفيق الله عز وجل والدعوة الصادقة الخبرة المتراكمة لمنصة أريد في إدارة المحافل أي عاق أي شيء استطاعت من يعني هل واحد يتوقع أنه يتغير مكان محفل خلال ثلاثة شهر وتستطيع منصة أريد ألا تؤجل المحفل مدة طويلة ولا تلغي المحفل إنما تنقله إلى دولة أخرى حتى على مسؤولة الجامعات لا تستطيع أن تبادر لي مثل هذا الأمر لكن الخبرة المتراكمة لمنصة أريد وقيادة منصة أريد عانت على هذا الأمر وكذلك الجهات الراعية الجهات الراعية التي لها خبرة يعني بعض المؤسسات هي تشارك المنصة من أول محفل أقيمة في ماليزيا وإلى الآن وهذه حقيقة الجهات الراعية لها ثقلها على مسؤولة الجامعات التي ذكرت والمؤسسات العلمية وكذلك الفريق التقني والفريق الفني والفريق الإعلامي كل هذه حقيقة من عوامل النجاح الخبرة لها دور في مواجهة التحديات وإزالة العقبات إرادة النجاح لقيادة المنصة بالعراق وعلى رسم أخي الدكتور سيف وأخي الدكتور أهند ودكتور جمال ودكتور المتكلم وأيضا دكتور يوسف الذي شاركنا الله جزي خير وأيضا أخي الدكتور محمود الجانب الإعلامي هذه إرادة النجاح وكانت حقيقة من أسباب التفوق وتجاوز كل المعذولات الانسجام بين فريق العمل بالنسختين الحضورية والإلكترونية وهذا قل ما قد نفتقر في بعض المحافل لا نتكلم عن مؤتمر نتكلم عن تسع مؤتمرات لا نتكلم عن مئة أو مئتين شاركون عن خمسة آلاف أكثر من خمسة آلاف ومية وأرباطعش أربعمية وأرباطعش أكثر من خمسة آلاف وخمسمية وخمسة وثلاثين جامعة وعشر جهات راعية وعدل كبير من الأوسمة سوف تقدم كل هذا من أسباب التوفيق والنجاح أيضا التركيز على الفعاليات العلمية وليس المظهرية يعني لم نكن بعض المؤتمرات تهتم كثيرا جزء بالجوانب المظهرية والإعلانية لكن المحفل اهتم بالجانب العلمي والمشاريع العلمية وكذلك التغطية لتعريف المتابعين بهذه النشاطات وهذه الجهود العلمية التكريم للعلماء وهذا حقيقة شيء يعني تشكر عليه من نصة تريد ابتدان بقيادتها الرئيس تفيد ياخلي دكتور سيف وبقيادتها الأمان العامة وعلى رسم أستاذنا الكبير دكتور سلوان العاني وبقيادتها الهيئة الاستشارية وعلى رسم أستاذنا الكبير دكتور عبد الرازق وكذلك مركز الخبرة والفريق الإداري أسماء كبيرة ورائعة جدا حتى لو لم تكن حاضرة بدنيا كانت معنا سواء كان في المسخة الكتونية أو بالمناقشات التي تدور حول هذا الأمر فالتكريم العلماء أعرض أن تكون الحصة الأكبر للدولة المستضيفة فهذا شيء مميز ومهم جدا فالتكريم العلماء ومنهم أستاذنا الكبير فاضل السام الرائي صاحب الحضور الإعلامي والعلمي المتميز فهذا حقيقة نقلة نوعية وإن شاء الله دائما من أستطيع أن تعاودنا على مثل هذا أيضا الأوسمة وتقليدها للشخصيات كان شيء أكثر من مؤثر بل وجدت بعض الباحثين والباحثات كانوا يبكون يعني فرحا وتأثرا ويحسوا أنه حتى جامعاتهم لم تكرموا هذا التكريم فهذا شيء حقيقة حتى لو قد المنصة تريد لا تملك الجانب المادي لكن حقيقة أعثرت القلوب وأثرت في النفوس في الجانب المعنوي ووضع هذا الأعداد المتميزة من الأوسمة أيضا لا أخفل عن الحضور المتميز لأخير دكتور أحمد كسار الذي استطاع بعفويته وبلباقته وبحسن خبرته في إدارة المحفل وعرافة المحفل وأيضا سواء كان بنسخة الحضورية والإلكترونية وهذا يحسب له وحقيقة كنا سعداء أن يشاركنا أيضا في أربيل وإن كان هو ابن العراق وابن المنصة أيضا فإذن هذه حقيقة الكفاتات نظرات لكن كما قلت شيء المميز ويبقى مميز أنه البيان الختامي لمنصة أريد لا يكون عفويا إنما مدروسا وعميقا وكذلك فيه يتضمن مخرجات كثيرة من الجلسات البحثية وأيضا دعوة إلى رعاية المشاريع العلمية وهي دعوة مفتوحة لكل الجامعات أن ترعى هذه المشاريع العلمية يعني جهة غير ربحية توفر لنا هذه الأفكار الرائعة بل وخطوات ممهدة على الميدان في جانب العلمي وكيف نربط بين الجامعات والمجتمع أعتقد تستحق التأمل والنظر والإشادة أعتذر على الإطالة لكن حقيقة المحفل الرابع عشر باستحق مننا الكثير الكثير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وماشاء الله أحسن دكتور طاها يعني لخصت أبرز النقاط الهامة في التجربة ولم تغفر عن الشخصيات حقيقة التي كان لها دور كبير وبارز يعني في نجاح حقيقة المحفل العلمي دولي وحقيقة شكر لكم أيضا على جهودكم القيمة في التخطيط والتنظيم والتنفيذ أيضا ورعاية باسم مركز البصيرة ويعني الاهتمام حقيقة بأبسط الجزئيات التي كانت في المحفل العلمي دولي في كل الشكر والتقدير لجهودكم وما تفضلت به من نقل تجربة واعد ورائع اشتركوا في القناة